اشتركوا في القناة من الاسطورة سبعة محور جلب الزوار وفي هذا الدرس ان شاء الله سنتطرق لبناء قناة النشر الاساسية رقم 4 ولازلنا مع قنوات النشر الاساسية لانه ليست هناك فقط قنوات النشر الاساسية بل هناك قنوات اخرى وهناك اساليب الـ DoFollow المحضة وهناك اشياء اخرى تنتظرون ساقوم ان شاء الله بشرحها لكن في هذا الدرس نبقى مع بناء قناة النشر الاساسية رقم 3 وهذه القناة ستعتمد بالدرجة الاولى على الـ Wordpress جيد اول شيء سنذهب الى موقع Wordpress مدونة Wordpress المجانية كما ترون Wordpress.com وسنقوم بالتسجيل وعمل حساب عادي مثل البلوغر وما الى ذلك سيرسلون الينا ايميل للتفعيل سنفتح الايميل كأي خدمة ونفعل حسابنا في الـ Wordpress ثم بعد ذلك نأتي الى حسابنا ونملأ بعض المعلومات الاساسية ليظهر الحساب طبيعي وواقعي نكتب مثلا هنا ديس بلوغ اعرف اغيير الخط اغيير اللغة ديس بلوغ اشار ديو everything that I like سبحان الله وهذا مبدأي في الحياة يعني لا اشارك مع الناس الا الاشياء التي تعجبوني يعني وحتى ان لم تكن تعجب الناس فاشاركوها مع الناس يعني اضعها ولا يهمني الامر لانه اذا كنت مقتنع بشيء فيجب عليك ان لا تخجل في التعبير عنه نعم نترك اللغة الانجليزية blog title نتركه كما هو next step نقوم باختيار اقوم باختيار هذا افضل هذا skeptical ننتظر التحميل لا نقوم بتغيير اي شيء انما next step نضع first post اكتب هنا hello او مثلا عوضة وضع البوست التقليدي hello world اقوم باخد لاحظ معي ما دس افعل قم بالذهاب لمدونتي واخد مثلا الجملة الاولى من هذا الموضوع ووضع في العنوان واخد الثلاث فقارات الاخيرة ووضع في body في العرض ثم tags نكتب tags weight loss fat loss فقط لملء الفراغ فقط لوضع اول post فقط ونضيف اليها fitness فقط هذا فقط ليس دول طريقة صحية لوضع tags لانني قمت بشرح ها في blogger لكن هنا فقط لملء الفراغ على وجه الصرع أنت أيضا فقط املأ الفراغ يعني لا تقوم بمراعة الشروط وما إلى ذلك نقوم بعمل publish for most جيد ومبتغط على done جيد بعد ذلك أذهب وأضع صورة لبروفايل دائما أنبئكم على أن هذه الحسابات يجب أن تضع فيها صورة وفقط سطر ونسف يتحدث عنك شخصية نعم أبحث أين يمكن وضع الصورة أذهب إلى public profile نعم هنا يمكنني وضع الصورة first name first name نعم أو أقوم نظر لأنه لا يجب أن أستخدم اسمي كثير لأن الناس حينما تحاول لبحث عن اسمي تقع في هذه المدونة التجربية قم بوضع بن فقط I love to learn and share my my knowledge وضع ثلاث نقاط ثم أوقف الفيديو لدقيقة رأيت ما أرفع لاحظ معي هنا سأقف سجيل أثناء رفع الصورة يعني سجيل فيديو أثناء رفع الصورة لكن لاحظ حينما نضغط يطلب منك يعني يدب بك إلى صفحة أخرى نقوم باختيار هذا الاختيار upload new image from your computer يعني من الجهاز وعملية الرفع عادية أقف رأيت ما أرفع الصورة جيد الآن إن شاء الله قمت برفع الصورة لا نقوم بجزئها أو أخذ أي جزء منها بل نأخذها كاملة نعم لا أدري ما هذه الاختيارات لأنها لم تكن موجودة من قبل يعني في الفترة التي استخدمت فيها WordPress وم بالضغط على الجي نعم نعم جيد أعود إلى لاحظ معي لا أقوم بإضافة أي new image أقوم بعمل إعادة للبروفيل اللي أرى هل قاموا برفع الصورتي بطبيعة الحال تم ولله الحمد رفع الصورة بعد ذلك أذهب إلى new post أو ما شابه لاحظ ظهرت الصورة هنا الآن الآن كل شيء جاهز كل ما عليه هو أذهب إلى موقع IFTTT والدخول وعمل create والدهب بلوغر كما هي العادة any new post create that أذهب إلى الwordpress activate بلوغ URL أذهب إلى هنا وأخذ URL الخاص بالبلوغ الذي أريد أقوم بفتحه هذا هو URL الخاص بالبلوغ أقوم بعمل copy أذهب إلى الصفحة التي أعطى لي IFTTT أضع الرابط ثم الuser name بدون نقطة عفوين دائما أخطئ وضعتي النقطة ثم password continue to the next step create create a post نعم هنا نترك كل شيء post title نأتي فقط إلى السطر الموالي ونضيف عنصر مهم via نضع هنا one based off ثم نأتي إلى هنا ونضيف post title ونأخذ أتي العلامات HTML الخاصة بترك سطر فارغ ثم ننزل ونأتي ونضع labels أيضا نضيفها هنا ثم نأتي إلى categories و نضع في categories اللابلز ونأتي إلى هنا ونمسح دائما الIFTT والبلوغر ونضع اللابلز ونترك هنا publish immediately كل شيء على ما يرام create action one based off two wordpress لاحظ معي create recipes وآخرا قمنا بإنهاء قناة النشر الأساسية رقم أربعة وبقيت لنا ثلاثة قناوات أخرى سنقوم بإنشائها أتمنى أن يكون كل شيء واضح وانفهم أي مشكلة إن شاء الله قم بوضعه في تعليق أسفل هذا الفيديو لا تنسى وضع إعجاب لهذا الفيديو ولكاف فيديوهات الأسطورة سبعة أراكم إن شاء الله في الدرس المقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا